إلى الشأن السوري أعلن الاتلاف الوطني السوري انتخاب أنس العبد الرئيسا لخلفا لخالد الخوجة خلال اجتماع الهيئة العامة المنعقدة في اسطنبول وشهد الاجتماع انتخاب كل من موافق نيربيا وعبد الحكيم بشار وساميرا مسالمة نوابا للعبد فيما انتخب عبدالإله فهد أمينا عاما وبذلك يكون العبد هو الرئيس الخامس للاتلاف الوطني السوري منذ تأسيسه وكان أنس العبد من مؤسسي المجلس الوطني السوري ثم عضوا في الأمانة العامة للمجلس الوطني كما وشارك في تأسيس الاتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة بعد انتخاب العيئة العامة للاتلاف أنس العبد رئيسا جديدا خلفا لخالد خوجة وذلك في اجتماعها الأخير يرهن قياديون في المعارضة السورية على أن هذا الاختيار سيساعد على مرونة أكثر في اتخاذ القرارات خاصة أن العبد يتمتع بعلاقات دولية مميزة العبد انتخب لدورة رئاسية واحدة مدتها ستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة ويرى المراقبون أن اختيار العبد ربما سيسهم في تنشيط الجهود الدولية للتثبيت الهدنة ومحاولة البناء عليها عبر السناف المفاوضات السياسية بين النظام والمعارضة في غضون ذلك تحاول الدولتان الرعيتان للهدنة الولايات المتحدة وروسيا يأطى انطباع بأنها ناجحة إلى حد ما برغم بعض الخروقات بحسب البيت الأبيض قوى المعارضة السورية والبعض من الداعمين الإقليمين يرون من جهتهم أن شروط العودة للمفاوضات لم تستوفي بعد لسيما فيما يتعلق بالنقطتين الرئيسيتين وهما الملف الإنساني الذي يشمل إيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة وفك حصار هذه المناطق وإطلاق سراح المعتقلين إضافة إلى عدم الاتزام بالهدنة من جانب قوات النظام وحليفتها روسيا يأتي ذلك في وقت يسعى فيه النظام المدعوم من قبل ميليشيات أجنبية إلى استغلال الهدنة من أجل تحقيق مكاسب ميدانية في بعض المناطق تحسن من قدرتهما على فرض رؤيتهما للحل السياسي على طاولة المفاوضات فيما يرى المراقبون أن سلوك قوات النظام على الأرض خلال الهدنة يبين أنها تحاول التقدم مستغلة انتزام قوات المعارضة بالهدنة